مشاهدين إن شاء الله بداية من مساء يوم غد السبت لغاية يوم ثلاثة على أقل تقدير راح تعرف خاصة المناطق الغربية والوسطى دخول سلسلة من الاضطرابات الجوية من المتوسطة إلى النشطة الفعالية إن شاء الله راح تكون محملة بأمطار غزيرة على فترات إن شاء الله راح نسجدها كذلك ثلوج راح تكون حاضرة على المرتفعات الداخلية الغربية للبلاد إن شاء الله راح تكون أمطار وثلوج خير خلال الساعات القليلة المقبلة وهذا ما تبرزه أمامنا الآن وعلى المباشر خارطة توزيط ساقط الأمطار بداية من يوم غد السبت لغاية يوم الثنين إن شاء الله نلاحظوا بالنسبة لصابحة وظاهرة يوم غد الأجواء تكون مستقرات تقصر بيعي مش بسعبر مختلف ولايات الوطن لكن إن شاء الله في حدود الساعة العاشرة من مساء يوم الغد السبت هنلاحظوا حتكون هناك أمطار إن شاء الله راح تكون أمطار خير راح تميز كل من ولاية وهرا على سبيل الميزة بالعباس كذلك مستغانم حتى غريزان وإشرف تبقى دائما الأمطار حاضرة على المناطق الغربية الساحلية والداخلية منها وهذا بالنسبة لصابحة يوم الأحد وضعية جوية مستقرات بواسطة وشرق البلاد لصابحة يوم الأحد لكن إن شاء الله مساء يوم الأحد اضطراب جوية نشيطة الفعلية محمل بأمطار جد غزيرة وهذا في حدوث الساعة العاشرة من مساء يوم الأحد تكون أمطار جد غزيرة على كل من ولاية تيبازا البوليدة لمدية كذلك الشلف حتى على وهران واسريب العباس ثروجية الأخرى حاضرة مساء يوم الأحد على المرتفعات الداخلية الغربية التي يصل علوها إلى 1200 متر إن شاء الله نشوفه مع بعض صابحة الاثنين إن شاء الله مع فجر يوم الأثنين أجواء ماطرة على الجزائر العاصمة بومردس كذلك تيبازا البوليدة كذلك الشلف حتى على تيارة وهران سيدبل عباس مصغانم إن شاء الله نتبعوا بالنسبة ليوم الأثنين قدم الأمطار حاضرة طيلة يوم الأثنين صابحة يوم الأثنين على المناطق الوسطى بالخصوص ستكون نوعا ما من ضعيفة إلى متوسطة على عكس المناطق الشرقية نلاحظ أن من يوم السبت إلى غاية يوم الأثنين ستكون وضعية جوية مستقرة وكذلك صافية بالنسبة لجنوب البلد كذلك تقصح يكون مستقر على أغلب المناطق الجنوبية بالنسبة لدرجات الحرار إن شاء الله مشاهدين بداية من يوم غد السبت إلى غاية يوم الأثنين عن فترة الصابحة وحتى الفترة الليليا نلاحظ إن شاء الله الأجوار ستكون باردة نسبيا ما بين حوالي درجة واحدة إلى غاية عشر درجات ستتميز أغلب المناطق الشمالية لكن إن شاء الله مساء يوم الأحد إلى غاية صباحة يوم الأثنين ستكون ساقعية باردة على المدن الداخلية الغربية بفعل التساقط الثلوج ستكون باردة خلال الفترة الصابحة وحتى الفترة الليلية على المناطق الداخلية الغربية ستكون ما بين صفر إلى درجة واحدة فقط بالنسبة لجنوب البلاد ستكون إن شاء الله مشاهدين ما بين حوالي عشر درجات إلى غاية خمستاش درجة أما عاني الظاهرة نلاحظوا يوم غد تقص نوعا ما حار وعلى المناطق خاصة الشرقية للبلاد ستكون ما بين خمسة وعشر إلى غاية ثلاثين درجة كأعلى مقياسة يسجل إلى مدينة قلمة سوق هراست بيسا أملب واقي حتى على باتنق سنطينا سطيف بورج بوريش كذلك على بجاية جي جي سكيك دعناب والطرف يعني أجواء جد حرة بالمناطق الشرقية وهذا لظاهرة يوم غد السبت وحتى يوم الأحد والاثنين هذا الارتفاع في درجات الحرارة القصوى على المناطق الشرقية مشاهدين اللحظوا يعني سيكون ضمن اتيارات جنوبية شرقية نحو المناطق الشرقية الهواء الساخن المتواجد بالجنوب الشرقية ومنطقة الواحد سيتصاعد ضمن اتيارات جنوبية شرقية نحو المناطق الشرقية يخلي الأجواء تكون حرة على عكس المناطق الغربية وكذلك الوسطى تبقى دائما تحت تأثير الهواء البارد نسبيا والتيارات الهوائية شمالية الغربية إلى شمالية تخلي الأجواء نوعا ما باردة على المناطق الغربية ما بين حوالي 15 حتى 20 درجة ووسط البيت كون فصلية ما بين 20 إلى 25 درجة فيما يخص جنوب البلاد أجواء جد حرة بحوالي 45 درجة مئوية تحت الظل ستسجل على مدينة بورتواجي مختار كذلك أدرى إن صراح حتى على مدينتي إليزي جانت كذلك ورقلة لمغية توقوت ولا جلال بسكرة والوادي الآن مشاهدين نشوفوا حالة البحر المرتقبة بداية من يوم غدا السبت إلى غاية يوم الاثنين حيكون بحر نوعا ما قال الاضطراب إلى مضطرب محليا يوم غد السبت خاصة على السواحل الغربية وكذلك الشرقية إلى هاد على السواحل الوسطى بالنسبة ليوم الأحد حتى الاثنين بقى دايما نوعا ما قال الاضطراب إلى مضطرب محليا دائما على السواحل الغربية وكذلك الشرقية للبلاد مشاهدين بهذه توقعات تصل لطيورقة حوال التقص العودة إلى أميرة ستكون بعد الفاصل اشتركوا في القناة